أعلنت السلطات الصحية في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على القطاع إلى 38664 شهيداً و 8997 مصاباً وفدت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن مدفعية الاحتلال أطلقت قذائف على أحياء الشيخ عجلين والصبرى في مدينة غزة بينما أطلقت الطائرات المروحية النار صوب الفلسطينيين في حل التل الهوى جنوب غربي المدينة كما قصفت مدفعية الاحتلال محيط شارع ثمانية بحي الزيتون جنوب شرقية مدينة غزة يشعر الفلسطينيون في المنطقة الآمنة التي حددتها إسرائيل في جنوب غزة بالقلق في أعقاب الهجوم على مخيم بمنطقة المواصي أدى لاستشهاد تسعين شخصاً على الأقل وبتى الفلسطينيون في حيرة من أمرهم لاتخاذ قرار إما بالفرار هرباً من الهجمات الإسرائيلية أو البقاء في أماكنهم ومواجهة الضربات المحتملة بهذه الكلمات وصفت تلك المرأة الحال في قطاع غزة المحاصر منذ نحو عشرة أشهر والواقع تحت لهي بقصف إسرائيلي كثيف براً وبحراً وجواً عزيزة عمار هي فلسطينية نازحة فقدت ابنها في إحدى الغارات القوية الإسرائيلية لم يكن حالها بأفضل من حال محمود أبو ياسين هذا النازح الذي فقد ابنه في غارة قوية إسرائيلية أخرى هؤلاء المكلومين جاءوا إلى منطقة المواصي بخان يونس بناء على أوامر لجيش الاحتلال الذي زعم أن هذه المنطقة هي منطقة خضراء آمنة وهو ما لم يتحقق لجيش غادر لا يعرف معنى لعهد أو رحمة نحن نزحنا ثلاث مرات هنا وكل مرة نذهب عليها ويقول منطقة آمنة ويصير فيها ضرب ويقول لك أرحلوا أرحلوا ثلاث مرات هل أنه نزوح عندهم أنه منطقة آمنة بس زي مصيدة أنا صرت أعتبر أنه منطقة آمنة هي مصيدة بس لهذا وهذا مش يعني بيجي بيقول لك إحنا بنبعد على المدنيين لا يعني هم بس بيستهدفوا المدنيين وهكذا يختار الفلسطينيون في غزة يوميا بين خيارين لا ثالثة لهم إما الاستشهاد في أماكنهم أو النزوح إلى أماكن أخرى ينتظرهم فيها القصف الوحشي لتتأجل الشهادة إلى حين قد يكون قريبا ليبقى السؤال كم من الوقت وكم عدد الشهداء حتى يحتاج العالم ليتحرك لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم